دعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز سلطات المحلية في مدريات المحافظة إلى دعم ومساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة لتوحيد الجبهة الداخلية ودعم الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية وشدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي خلال اللقاء الموسع الذي ضم مدراء مدريات صبر الموادم ومشرع وحدنان وجبل حبشي والمسراخ والتعزية وشرعب السلام والرونة ومقبنة شدد على ضرورة تعزيز التلاحم بين أبناء المحافظة ومؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على المحافظة وأمنها واستقرارها ومواجهة الخطر الحوثي ومشروعه الإيراني المعادي للأمة ولافت المخلافي لأن المسؤولية التاريخية والوطنية والدينية تستدعي من الجميع الاستفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يهدد خطره الجميع مؤكدا أن تعز بأمس الحاجة لتوحيد وتجميع كل الطاقات والإمكانات نحو المعركة مع الميليشيات الحوثية مشددا على أهمية وحيوية الدور الذي يجب أن تلعبه السلطات المحلية بالمديريات والمشائخ والأعيان في هذا الاتجاه من جانبي أشار وكيل محافظة تعز عارف جامل إلى الدور المناطب السلطات المحلية في المديريات لمعالجة الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية والوقوف صفا واحدا إلى جانب أبطال الجيش الوطني ضد عدوان الميليشيات الحوثية وتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفكر الضلالي الكهنوتي لهذه الميليشيات من جانبه أشار أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي إلى أهمية الاستفاف الوطني ولم الشمل مثمنا دور المشائخ والوجهاء ونضالهم الجمهوري والوطني منذ عقود استعرض اللواء المجيدي ونائب مدير عام شرطة المحافظة العقيد أنيس الشميري الجهود المبدولة التي يقوم بها الجيش والحملات الأمنية في حفظ الأمن بعد فتح الطريق مطالبين بفتح كل الطرقات مؤكدين أن المعركة ما زالت قائمة ويتوجب على الجميع الوقوف مع الجيش والأمن لحفظ السلم الاجتماعي والسكينة العامة وإفشال مخططات الميليشيات من جانبه أشار مدير فرع مصلحة شؤون القبائل بالمحافظة أمير الفاتش إلى أهمية اللقاء الذي يهدف إلى توحيد الصف الجمهوري والتعزيز التلاحم الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية والوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي